الحمد لله الأرقام اللي موجودة اليوم واللي كتصدرها المندوبية السامية التخطيط كلها كتأكد بأن هناك واحد الهبوط يعني نسبي في التضخم غادي وكينزل شهر على شهر فالحكومة قامت مجموعة دي الإجراءات أخرها هو الإجراء المتعلق بالدعم دي المهني النقل وجبت واحد المجموعة دي المبادرات اللي غا تطلق بداية من السنة المقبلة وكين جزء منها اللي غا تطلق خلال شهر دجنبير تعويضات العائلية المباشرة دجنبير وكواحد المجموعة دي الفئات اللي كانت يعني ما عندهاش واحد الدعم مباشر اليوم غادي تستفد من دعم مباشر أيضا الدعم دي السكن اللي غادي ينطلق حتى هو في يناير دعم مهم وغادي يساعد خاصة طبقات المتوسطة ولا المقبلين على الزواج ولا الأسر اللي عادت يعني تكونت هذا غادي يعون المواطنين وغادي يعون الأسر على أنه يتعاونوا في تكلفة دي السكن صندوق المقاسة المجهود اللي تقوم به غادي يستمر في السنوات المقبلة الدعم اللي تخصص اللي تخصص وزارة الفلاحة واللي يهم مختلف المواد الاستهلاكية اليوم بما فيها الخضر والفوكيه خاصة الخضر لإجراءات اللي تعملت على اللحوم صحيح أنها ما حققت يعني خاصة ذلك شيء اللي كانت محوله بشكل كبير لكن خفضت نسبياً وتحكمات وحققت واحد النوع دي الاستقرار فالحكومة تتابع هذا الموضوع هذا بكل يعني الأهمية اللي كي يحتاجوا وكنحطوا عينينا طبعاً على المؤشرات اللي كتصدر اله سي بي فكل مرة مرة نتابع هذا الموضوع وكنشوفوا الحجم والحاجة نحو نحو التدخل إما بإجراءات أننا نخفض ضرائب معينة أو لك ندرسوا الإمكانيات المتاحة من أجل أننا نستطيعها